أجرى وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي محادثات مع وزير الدولة لشؤون الخارجية الياباني السيد كيسوكي سوزوكي تمحورت حول السبل الكفيلة بتعزيز علاقات التعاون بين البلدين الترفان أشهد بالمناسبة بالعلاقات المتنامية بين المملكة المغربية واليابان وأكد أن الشعبين يتقاسمان نفس القيم وكذلك نفس الإمكانات التنموية لاقتصاديهما شكل اللقاء فرصة لنا لتأكيد على البعد التاريخي للعلاقات الثنائية وهو ما يساهم في تعمق وتعزيز العلاقات بين البلدين خاصة على المستوى الاقتصادي فالعلاقات المغربية اليابانية دائما ما تميزت بأواصر الصداقة والتفاهم المتبادل التي ارتقت بها العلاقات الخاصة بين العائلة الإمبراطورية اليابانية والعائلة الملكية المغربية لقد سبق أن وقعنا اتفاقيات تتوخى استكمال الإطار القانوني المنظم للعلاقات الاقتصادية بيننا واليابان مهتمة جدا بتطوير التجارة والاستثمار الثلاثي بين الدول الإفريقية لتلبية احتياجات الاقتصاد والطلب الشاملين اللقاء عرف التأكيد على الحضور القاري القوي للمغرب على المستويين الاقتصادي والمالي ومعرفته بالأسواق الإفريقية معرفة تخول له الاطلاع بدور رئيسي كجسر اقتصادي نحو هذه الأسواق وفق مخططات ثلاثية مع اليابان التي تتميز بانفتاح ونمو سوقها وبوتيرة تحول اقتصادها وخبرتها المعهودة في العديد من المجالات على غرار الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا الحيوية اشتركوا في القناة